المعترك مع فيروس كورونا يستمر ويستمر معه التنكيل في تمثيل المجتمع العربي فبعدما أقيمت لجنة الطوارئ الحكومية المخصصة لمحاربة الكورونا اتضح لجمعية سكوي للعيش المشترك بمساعدة نواب من المشتركة عدم وجود تمثيل للمجتمع العربي في جميع الأذرع المحاربة للفيروس ما دفعهم إلى تقديم مكتوب وطلب عقد جلسة خاصة مع الجهات المسؤولة أن هذه الاحتياجات الخصوصية لا تلقى التعبير الملائم لها في مراكز اتخاذ القرارات في الوزارات الحكومية نحن في جمعية سكوي الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة المدنية نعمل على صياغة مطلب عاجل من الكنيسة ومن الجهات المختصة بوجوب تمثيل المواطنين العرب واحتياجاتهم الحقيقية وأيضا خصوصيتهم في مراكز اتخاذ القرارات الحكومية المشهد لا يبدو مختلفا عند كل حرب خاضتها إسرائيل يقول مراقبون أن استثناء المتحدثين باللغة العربية من وزارة الصحة ولجنة الأمن القومي تمارس من قبل مركز القرار المستثنى منه المجتمع العربي أيضا منذ عقود فالخصوصية العربية في دولة قانون القومية باتت ثقلا على المجتمع الآخر هناك ثلاث أبعاد أساسية عمليا في إدارة هذه الأزمة البعد الأول وهو البعد الإداري عمليا تدير الأزمة بالأساس مكتب رئيس الحكومي ومع ممثلين من 16 وزارة بغياب تام لأي تمثيل عربي في هذا المكان نحن المجموعة الأضعف والمجموعة الأكثر تضرعا ممكن بهاي الأزمة ليس لنا تمثيل في إدارة هذه الأزمة البعد الثاني وهو البعد الصحي وطبعا في البعد الصحي ينقصنا عمليا الفحوصات ينقصنا مراكز ضبية لإجراءها الفحوصات وعمليا لقاءنا كان مع مدير وزارة الصحة الذي لم يأتي بأي جديد فقط الأشياء التي سمعناها في الإعلام ومن خلال المقابلات الصحفية معاه البعد الثالث وهو البعد الاقتصادي نحن المجموعة التي ممكن أن تكون الضحية الأكبر لأثبت الكورونا تلك الاستثناءات يقول مراقبون لا تشير إلى نقص القدرات البشرية في المجتمع العربي أو إنعدام الخبراء فيه بل تلك نتيجة تحريض يمارس من أعلى الهرم انسجاما مع طيار اليمين المتطرف في البلاد